تحياتي لكم جميعاً طبعاً هذا الفيلم أو اللقاء اللي جابع على تساؤلاتكم بخصوص عشبة الجمنيمة هذه العشبة الساحرة في تخفيف السكر والكوليسترول عشان نحكي لكم الموضوع من بدايته في عندي صاحبي أبو محمد مصاب في سرطان في داخل المثاني هذا السرطان نصلوا بكافح فيه تقريباً سنتين عملية العلاج تاعت السرطان المثاني بتم عن طريق حقن العلاج الكيميائي في منطق في داخل المثاني لسه الانتشار مش موجود مقتصر في داخل المثاني وهذه بعطي أعراض طبعاً كحركة في البول التهابات في المجاري البولي لهذه الالتهابات ومضاعفات هذه المرض الخبيث صار فيه عنده مشاكل في الكلا احتقانات في الكلا وهو لسه مش عارف وكمان اتفرع الموضوع لمشاكل عنده تشحمات وتقريباً صعوة في عمل الكبد وهذا لاحظنا عن طريق متابعة أسبوعياً صاحبي بيجيب نقعدين وياس ساعة وبنشوف شو الأعراض وشو التباعيات اتفاجأنا انه في عندنا زيادة مياه على الرجلين زيادة المياه طبعاً ربطناها في الكلية فبعد عمل الأبحاث الفحوصات تبين انه في عندنا مشكلة في الكلا وعشان هيك الالتهابات هذه من المثاني طلعت لفوق على كلين موضوع السكر وموضوع الكوليسترول كمان موجود عند الأخ أبو محمد وبسبب هذا العلاج الكيميائي رغم انه مايخد الحمية الغذائية الجيدة إلا انه سبب ارتفاع في السكر وفي الكوليسترول في الدعم ومن هون كمريض يبحث عن قشة أمان تقدر تخفف من أموره وجد هذه العشبة وجربها لمدة 3-4 أسابيع مع عملية مراقبة للأعراض بالنسبة للسكر اللي عنده الارتفاع السكر هلا ركب جهاز على انحط سنسور في منطقة الإيد جهاز حديث وهذا الجهاز على التلفون بقدر فقط يحطه وكيس مستوى السكر بشكل سريع وبلش استخدام هذه العشبة مرتين في اليوم كبل الأكل بأخذ كابسولة كبل الأكل بنص ساعة وكابسولتين في اليوم مع استخدام الأدوية الثانية اللي لسه بيستخدمها بس لاحظ انه أول مرة بيستخدم أي شغلة معينة وبنفس الوقت بتنزل السكر كان عنده سبعة ونص سبعة يعني أقصى حده بعد الأدوية سبعة بعد ما يوكل بعد الأكل بنص ساعة ما انتو كمان تستفيدوا هلا بحثت عن الموضوع أنا بصراحة حثت عن الموضوع بالمراجع سواء العربية أو الأجنب أو الإنجليزية ما الكيت معلومات كتير ولا حدا بيحكي عن هذه العشبة برغم يعني فعليتها السحرية بس لما رحت على الصيدليات العشاب اللي موجودة النتروبات فارماس اللي موجودة عندنا في كندا بسهولة الكيتها في الصيدلية بسهولة ما أخذت مني أي معاناة فموجودة ومتوفرة متوفرة فاشتريتها واتفاجأت فتطلع على السعر 2.7 يعني أقل من 3 دولارات كندي يعني دولارين أمريكي سعر 50 جرام منها فهي متواجدة ومعروفة ومستخدمة في الهند ومستخدمة في أستراليا ومستخدمة في أوروبا على نطاق واسع بس ليش ما حدا بيحكي عنها وبيفهم الناس إنه هذه العشبة ممكن تغنيهم عن استخدام أدوية بيستخدموها هم مقردي لها تخفيف السكر والكوليسترول فعليتها عشبة الجيمنيمة بالظاهر فعالية الميتفورمين والكلوغوفاج اللي هي الأدوية اللي بيستخدموها مرضى السكري عشان نزلوا الكوليسترول ونزلوا السكر في الدم فعاليتها مثبتة علميا يعني لما دخلت الأبحاث الدقيقة اللي هي بتتعمك في الأعشاب هذه فكيت إنه الأبحاث جارية عليها وجرت على الفيران وعلى الحيوانات إنها بتعمل عملية تحفيز لخلايا بيتها في البنكرياس يعني عادة تجديد لهذه الخلايا نحن نحكي عن مرضى عندهم مرض سكري أول يعني فشل في إفراز الإنسولين عملت تغير واضح مع التجارب على هذول المرضى فما بالكم في النوع الثاني أو مقاومة الإنسولين أو الناس اللي عندهم شحوم كثيرة على الجسم أو كوليسترول مرتفع في الدم يعني هذول الناس في هاي الحالة حيستفيدوا بشكل مباشر مع استخدام هذه العشبة ثلاث مرات في اليوم من مرتين إلى ثلاث مرات عشرة جرام هي الحد المسموع يعني مبلاش يزيدوها أكثر من عشرة جرام يعني من العقتين من العقتين ونص إذا بتكم تاخدوها على شكل أعشاب إذا بتنزل السكر وبتحفز البنكرياس على الإنسولين وبتمنع امتصاص السكر من الكولون والأمعاء الدقيقة بنسبة 20 إلى 30% وبتحفز الكبد على عدم استقبال أي سكر تاني من الدورة الدموية وبتحفز الكبد على إخراج هالسكر اللي موجود في داخله والكلوغوز وتحويله لطاقة فهي أساسية لعملية تنظيف الكبد وتخفيف حدة الشحوم اللي موجودة في الكبد إذا كويسة للكبد وبتخفف الكوليسترول والشحوم اللي موجودة في الكبد إذا مباشرة حنحكي إنها جيدة جدا لعصارة المرارة وتحفيز عصارة المرارة والمرارة على إفراز هذه العصارة الهاضمة من عصارة المرارة يعني تحفيز لعصارة البنكرياس وتحفيز لعصارة المرارة وتنظيف للكبد وإزالة من السكر والشحوم اللي موجودة فيه وهذا حينعقس بشكل إيجابي على خسارة الوزن وخسارة الشحوم وخصوصا الشحوم بعد ما نخلص من إشالتها من الكبد بتبلش تروح من منطقة الأرداف ومنطقة البطر هذا التدرج في إزالة الشحوم وآمنة لما نحكي آمنة يعني مشكلة السكر نزلت السكر هاي اللي أكتر شي بنخاف منه الكوليسترول نزلت منه في هاي الحالي عن أي أمان إذن بنحكي إذن كويس للضغط إذا نزلت السكر ونزلت الكوليسترول معناته كويس للضغط طيب أنا إذا عندي حساسية بنسلين بقدر أخذ الجيمنيمة إذا عندك حساسية بنسلين أو أي حساسية تانية لأي أعشاب أنا بأخذ كمية بسيطة نصف ملعقة صغيرة مرة مرتين في اليوم فقط وبجرب حالي وبشوف كيف بتعامل طيب هل آمنة مثلا للمرأة الحامل المرأة الحامل خليها بعيدة عن هذه العشبة السؤال كان أنطرح كمان هل هي نفسها عشبة البردقوش؟ لا عشبة البردقوش عشبة تانية عشبة البردقوش عشبة طبية بس خفيفة الفاعلية هيك وبتعمل عملية استرخاء عشبة البردقوش جيدة للجهاز التنفسي لا تفتيح الشعب الهوائية تخفيف الالتهابات عشبة البردقوش كويسة المغس وأوجاع البطن وخصوصا مع قروب العادة الشهرية أو خلال العادة الشهرية عند النساء عشبة البردقوش جيدة وممتازة كتنظيم هرموني للنساء تنظيم هرموني يعني اللي عنده غضة دراقية مرتفعة بنزلها الغضة الدراقية من الهرمون تأحى من خفض برفعه بخفف استرس بخفف الكوليسترول بخفف الضغط النفسي بخفف هرمون الكورتزول يعني هي من العشاب المريحة من العشاب اللي بتعمل على الاسترخاء البردقوش والعشاب الامنة وما في اقلها عارات جانبية وبتنزل ضغط الدم وبتنزلكم السكر وبتغدى البكتيريا الجيدة اللي موجودة في العماء هذا بالنسبة للبردقوش عشبة الجيمنيما بسموها اسامي كتير بس هي جيمنيما بتكم تشتروها ما لكم اللي تروحوا اونلاين على الامازون بتلكوها واسعارها كويسة وموجودة وينما يكون موجودة على شكل الحبوب على شكل كابسولات على شكل اعشاب خدوها من مصدر كويس وهيك وبلشوا استخدموها وحتشوفوا فعليتها بعد ثلاث ايام ولما تشوفوا الفعالية بس ادعونا لابو محمد واي واحد يعني من امراض بالشفاء العاجل في هذه الايام الاخيرة في رمضان ليلة القدر جاي فالدعاء مستجاب فابو محمد هو اللي عرفكم على الموضوع وانا وصلت المعلومة وبنتمنى انها تكون هذه مساعدة لكتير من الناس انهم يخففوا من السكر لانه هذا هو السم الأكتر خطورة على صحتنا السكر والحلو في هذه النبتة اللي هي الجيمنينا الجورمان الساجدة حتى بسموها بالساجدة بسموها كمان طويل العمر طويل العمر رأس تغربت فيها التسامي هذه بسموها بس الاسم العلمي لإلها الجيمنيما الجيمنيما هذا إذا بتحطوا جيمنيما بتلاكوها بشكل سهل الحلو فيها كمان انها بتشتغل على المجلسات الحسية لحاسة التذوق في اللسان هلا إذا شربناها قبل الأكل عشان هيك لازم ناخدها قبل الأكل بنص ساعة هذه المجلسات الحسية بتغير الطعم بتاع السكر وعملية استكبال السكر السكر بيصير لإلنا مكروه وطعمه مزعج فبتكرهنا بالسكر عشان هيك كويس كتير يعني كيف بتشبعكم هاي بتكرهكم إنكم تاخدوا سكريات وهذا حيساعدكم كتير هادي ما فيه انتو دواشتوني بالأسئلة طب دكتور في الضف شو اسمها في تورتشاريم شو اسمها في تورتوس شو اسمها لسه بتسألوني عن مدن في المغرب شو اسمها في العراق شو اسمها في البصرة شو اسمها طب في شمال العراق شو اسمها اسمها هذا وكلنا لكم هادي عشبة مش معروفة بس متداولة ليش مش معروفة ما بعرف لأنها فعليتها قوية وممكن تضاهي أو بتنافس أدوية معينة بس ممكن تلاكوها في أي موقع ببيع أعشاب على الانترنت أو أي صيدليات أكيد حتلاكو اللي عش بهاي موجودة الجمنيمة وإذا بتنزل السكر بشكل فعال والكوليسترول من الطورة الدموية لأن هذول التنين إذا التكوا مع بعض هادي هي الوصفة الفعالة للجلطات والجلطات الدماغية والسكتات الدماغية السكر مع الكوليسترول طب إذا الكيتو عشبة بتحللكم اتنين مع بعض أنا بقول اتبلشوا تستخدموها اتبلشوا وإنتوا مش خسرانين زي ما حكينا ابعدوها عن الأدوية بس إذا كنتوا بتاخدوا أدوية مثلا لتخفيف السكر أو لتخفيف الكوليسترول بتتبعوا في الأدوية وبتستخدموا العشبة هادي بس هتلاحظوا شوي شوي صار السكر ينزل ففي هاي الحالة بصيروا تدريجيا تنسحبوا من الأدوية الثانية بعد ما تتأكدوا إنه الفعالية دائمة والفعالية دائمة كديش المد اللي ممكن استخدمها فيها عشان تكون آمنة يعني ممكن تستخدم شهر وتشوفوا إنتوا الفعالية بتاخدوا لكم راحة أسبوع أسبوعين وبعدين تعودوا تكملوا فيها يعني هي زي الأدوية اللي بتاخدوها بتاخدوها لحد ما تموتوا ما بتسألوا وأنت أوقف فيش شي هادي الأدوية اللي بتتاخد هادي فيش فيها توقيف فهي العشاب ممكن تخليكم توقفوا بعد فترة لأنها مش بس بتخفيف العراض بتعالج العراض من جذورها بكفي إنها بتنظف الكبد يعني إذا معلومة إنها بتعمل عملية إزالة الشحوم من الكبد وتسريع من عمل الكبد في هاي الحالة إحنا شو بدنا أكتر من هيك فائدة اللي هو العنصل المسؤول عن كل شي وكل الأمراض إذا نظفنا الكبد إذا حفزنا هرمون الثيروكسين وعملنا تي ثري في هاي الحالة عملنا فيتامين دال بشكله الفقال فيتامين دال ثري كله في الكبد وفي الكلية وهيك إذا إحنا هاي العناصر تخلصنا منها السكر والكوليسترول في هاي الحالة ما في عنا مشكلة واضح الأمور بتوقع الإسم واضح الجيم نيمة زي ما حكينا آمن بالأطفال طبعا لا بلاش منه حيساعد الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي غازات ملين بشكل كبير الناس اللي بغ اللي عندهم إمساك جيد جدا التهابات المجاري البولي زي البروستاتا زي الالتهابات في المثاني ممتاز لأنه مضر للبول فلازم كمان لما تأخذوا هيك عشبة الجيم نيمة تشربوا مية وممكن مية مع الليمون بيكون أفضل زيتها بيساعد على الامتصاص أصلا إذا بتكم تشربوها شوية لازم تحطوا شوية ليمون عليها تغيروا من طعمها اللي تقدروا تشربوها بس حطوا ملعقة مثلا وحطوا مياه ساخنة وشوية ليمون وشربوها مرتين كبل الأكل بنصف ساعة في أي أسئلة تانية أي شي مش واضح بتتوقع كل شي واضح الأعراض الجانبية اللهم إنها بتنزل السكر إذا نزل السكر ونزل المستوى السكر في هذه الحالة حنشعر في دوخة حنشعر في غثيان هذه أعراض طبيعية فكونوا مجهزين لإلها إنها حتنزل السكر لأنه على الأكيد حتنزل السكر وبنتمنى لكم الصحة والعافية وطمنونا عن النتائج وما تنسونا من دعاكم إحنا وأبو محمد سلامة وأي واحد عنده أسئلة تانية اكتبوا يعني وبرد برجع أنا مستعدة ظلني أحكي عن الموضوع بس إنكم تقتنعوا وتجربوا وما تخافوا